قاعت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن اتفاقاً للاستكشاف المعدني منحت بموجبه رخصة استكشاف لشركة نوماد اكسبوريشن الأسترالية تغطي الاستكشاف في 2000 كم مربع في منطقة أم عبانة بالأراضي المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتعتزم الشركة البدء في دراسات متعددة باستخدام أحدث تقنيات الاستكشاف الحديثة بما في ذلك الاستشعار عن بعض وتحليل الصور الجوية المتعلقة بمنطقة الرخصة وسيتبع هذا العمل الاستكشافي الأولي أنشطة ميدانية بما في ذلك المسح الجيوفيزيائي وجيوكيميائي ويعتبر هذا الترخيص الاستكشافي الجديد الخامسة من نوعه الذي منحته الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بعد أربعة ترخيص حصلت عليها شركتها هانو ريسورس وسينتي إكسبلوشن في الأراضي المحررة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية